الأيام اللي فاتت كان فيه كلام كتير عن تربية الكلاب في البيوت وإيه الضوابط اللي ممكن تبقى موجودة عشان نربي الكلاب خصوصا لو كانت شرسة هل فعلا فيه كلاب ممنوع ان احنا نربيها أو ممكن تكون خطر على أهل البيت أو الناس اللي موجودة في الشارع هل الكلام ده بيبقى فعلا حقيقي ولا طريقة التربية هيا صباح الخير راح ديك دكتور نورنا في صباح الخير صباح النور يا فندم صباح الخير على مصر كلها دكتور هلالة عبد الرحمن كولية الطب البيتر جماعة أسيود حضرتك أثرتي نقطة مهمة جدا وهي الكلاب هل هي تبقى شراسة في طبعها أو على حسب التربية بتاعتها هو اللي نقدر نقوله ان فيه كلاب كونها أساسا هي شرسة يعني هو كونه في طبيعته كلب شرس اللي هي كلاب الحراسة بالضبط لسه كنت هضيف الكلمة اللي حرقلتها وعلشان كده عشان الطبعها بتكون شرسة فإحنا بنستخدمها في الحراسات في المصانع في الكومباونس في الفيلال اللي هي اللي فيها أفراد قليلين بتبقى حاجات زي كده عشان بيبقى ألرت وبيبقى عنيف وصوته عالي فده تبقى موجودة في نوع الكلب نفسه أشهر مثال اللي احنا بنشوفه اللي هو البيتبول البولدوك الدوبرمان الماستف رودفايلر ديمانشن نعم رودفايلر كمان رودفايلر طبعا الجيرمان والرعي الألماني اللي هو الجيرمان شابرد قصة هو الجيرمان شابرد يعني محتوى مقبول شوية يعني هو الزكاة بتاعه عالي شوية فممكن نتفهم معنا لكن الأنواع اللي هي الكل كورسة اللي احنا قلتها الحضارة اللي بتبقى حاجات صعبة يعني فده اللي احنا بنقوله إن طبعه شرس مهما كانت تربيته يعني مهما كان مدرب ومهما كان يعني إن هو مستأنس في البيت ومن هو صغير لأن فيه ناس بتقول إحنا الكلب جايبا منه هو صغير ومدرباه ومدرب على إيد متخصصين فإحنا واثقين في الكلب لا وهو يعني فيه ناس بتشوف الموضوع ده كده أوكي أنا أتفق مع حضرتك في النقطة دي إن هو بيحس إن عمل كل المطلوب منه بس هو سؤال طب هل معنى كده إن إحنا نقدر نبيح إن إحنا نجيب كارنيفور أو حالات مفترسة زي إن واحد في البيت يراب نمر وجايبه هو صغير ويدربه ويقننه ويطوعه هل إحنا هنوافق بكده ليه طب ما هو كده يعني الكلب دي نفس الفكرة نفس الفكرة أوكي فيه حاجة دايما علمونا زمان اللي هي يعني أنت لازم تعرف الهدف بتاعك إيه اللي هي بالبلد دي كده إيه؟ ليه؟ إزاي؟ إيه؟ كلب ليه؟ إيه؟ الأوبجيكتف عايز كلب هينسبني في إيه؟ هل حضرتك عايزة؟ الكلب حباً في الكلاب يبقى هنجيب في الشقة بتاعتك كلب صغير نجري فون أو كوكر أو واتيفر حجمه صغير على قد الشقة مزبوط؟ طب حضرتك هتجيبي كلب ضخم طب هيعيش في مكان قد إيه؟ وهل حضرتك عندك الوقت إن كل يوم يخرج يتمشه ويعمل رياضة بتاعته ويركع تاني؟ ففي حاجات كتير قوي فاكتورس كتير قوي فالموضوع مش هنجيب كلبه بس لا، بعد ما أجيب كلبه هعمل بقى إيه؟ طب أنا عايزة قطع كده بطل فكرة الأنواع دي بحس إنها يعني ممكن تكون يعني الناس بتبالغ فيها يعني إحنا مش لازم بقى علشان الشقة صغيرة فلازم يبقى كلب صغير ممكن يبقى عندنا كلب شارع متبنى دي حاجة لطيفة خالص إن إحنا يبقى عندنا اتعمل له عملية تعقيم واخدين بالنا منه وقاعدين وقاعد معنا في البيت قد إيه بتبقى الكلاب حنيينة قد إيه الكلاب بتبقى طيبة ولطيفة المعشر ممكن يبقى كلب حتى وإن كان ضخم ولكن مش مشرس ومش خطر على الآخرين وأنا واخد بالي منه مش بتمشى بيه من غير حاطة الكمامة في بققه فمش بيسبب الضرر للآخرين فبرضه ممكن يبقى متاح ولا حضرتك شايف إن دي يعني مبلغة مني وسلم لا لا مش مبلغة طبعا من حضرتك بس هو في نقطة حضرتك بتكلمي بنسبة كم في الماء ما إحنا بنشوف أصلا المبدأ وارد ولا شوارد سهل أول بس هو في نقطة الكلب ضخم زي كده فعلا إحنا ما نضمنش الرياكشن بتاعه صدن رياكشن بتاعه يعني مثلا حضرتك في معاكي كلب معين حاجة من النوع الضخمة دي طبعا فعلا وحضرتك مدربة أول تدريب مفروض يتدربه حاجة اسمها الطاعة الطاعة علشان الطاعة بتاعته تبقى تجاه صاحبه طبعا علشان الصاحبه يعرف يتعامل معه وكتر ما هو طبعه بيكون حد ده رقم واحد رقم اتنين الكلب ده لو في حد بيكلم حضرتك وحرك ايده أو عمل حركة معينة الكلب بترجمها أنه هو خطر عليك نعم هتبقى مشكلة هتبقى مشكلة كبيرة فهو سؤال ليه أدخل في رزق ليه ليه أدخل في رزق هتبقى أعمل بروكوشن طبعا عمل الشي الرزق خالص ده هي فكرتي من أنا أربي كلب زي ما حضرتك قلت أخطار الكلب أو نوع النوع الكلب اللي قادر ربيه في البيت فيه ناس بتقول أنا أحبش مثلا الكلاب الصغيرة صحيح فيه كلاب على فكرة حتى حجمها كبير بس مش شرسة بهذا القدر أو مش شرسة للدرجات الجولدن بالضبط اللابرادور فيه أنواح كثير قوي حتى زي ما حضرتك قلت الجيرمان شابرد كلب ينفع يتربى في البيت ينفع يبقى حراسة وفي نفس الوقت مش بالشراسة دي طيب فيه حاجات معينة ممكن تستفز الكلب يعني هل فيه شخص ممكن يستفز الكلب أنا كلب عندي في البيت على سبيل المثال جيرمان شابرد بلاش الأنواع الشرسة قوي هل فيه حاجة معينة ممكن شخص يعملها تستفز الكلب فتخليه يهجم عليه لو فيه ضيف مثلا جالي وهو شاف الكلب لو الكلبة دي كانت في ميل لو كانت بنوتة وكانت والدة وحد قرب على ولادها أنا مضمانش هرد الفعل بتاعها إيه لو واحد ضيف ومش بيجي عندي كتير وجه مرة واحدة عايزة يتعامل معها وحست إنه هو هيدرابها بعصايا أو بأي حاجة استشارة الخطر تمثل خطر بالزبط كده اللي يحصل إنها هتعمل رد فعل يعني أي حد فينا إحنا الهيومان بينج لو واحد ماشي في الشارع وليه حد بيعمل له كده هيقلق مش هيفكر الراجل ده هيعتدي عليه ولا مش هعتدي عليه نفس الكلام بيبقى رأكشن بتاع الحيوان مع فارق إن إحنا عندنا مؤخر مفروض ما نعملش كده برافو يبقى هنا المفروض اللي يجيد التعامل مش الكلب الإنسان اللي مش عارف يعامل الكلب الكلب ما عندش مخ يعرفه بيهجمه ولا لك ودي حاجة اسمها الأبروتش الأبروتش إن أنا أبدأ أتودد ليه أتقرب ليه اللي هو زي آيس بريك في الهيومان بينج بتاعنا لما بنكلم حد نلطى في الجو نفس الفكرة حيوان ما يعرفنيش ودي مستيك على فكرة بيعملوا كتير قوي بيكلموني في ناس بيكونوا ماشيين في الشارع فبيلاقي قط أو كلب فبيجيب له حاجة بتي أو كذا أو كذا عشان يأكله كنوع من أنواع الرحمة بتكون نتيجة نحيان بيه لو قطة بتخربشه لو كلبه بيقط لأنه هو استعجل في أنه هو يقرب عنه بس نبقى مأكدين إن كلامنا ده مش دعوة خالص إن احنا الناس اللي عندهم حيوانات أليفة في البيت إنهم يعني يسبوهم أو يطلقوهم لأن ده واحد من المشاكل اللي يمكن بتبقى موجودة إن الناس بتتعامل مع الحيوان الأليف يا دكتور وكأنه لعبة وقتية أو كأنه لعبة بتتجاب لولادهم الولاد بيشبطوا في حيوان من الحيوانات الأليفة فيقوموا جايبينهم شوية لعبوا بيهم وخلاص لقوا إن عليهم مجهود كبير فيقوموا سايبينهم في الشارع في الناس الحيوان بيبقى حاسس إنه هو يعني ظلم ومش بيبقى مؤهل للتعامل مع الشارع فيبقى يا إما رد فعله وشديد العمر في أئمة بيصاب ووقتها بيخلي كلب تاني يعني يتطور في حالته فحنا بنتكلم في إنه التعامل في البداية إذا ما كنتش قادر تتعامل مع حيوانك الأليف ما تجبوش إيه؟ ليه إزاي؟ نعم السؤال أحياء قلتها هو حضرتك الدكتور بيطارية؟ خالص لا بس الله أجبر بيطارة محبة للحيوانات الأليفة حضرتك قلت فعلا ده حقيقة بيحصل تيبكالي النهاردة دي حاجة الحاجة التانية بيقى بيترمي في الشارع من ست شهور كان بيترمي في الشارع قطط بنلاقي قطط شيرازيو وحاجات كده وراجدول وحاجات كده دلوقتي بيترمي في الشارع كلاب وكلاب مش كلاب بيت وستري دوكز ماركات فزي ما حارج بتقولي هو التعامل كلعبة لعب بشوية نزهق منه نكتفي بهذا القدر أنت من طريق أو من طريق مش ضف قوضة وضف قوضة أنا في البيت وانت في الشارع أصلا هي مسئولية وروح في الأول وفي الآخر والحقيقة الناس اللي يمكن بتحب الكلاب فعلا بتعتبر مش الكلاب فقط أي حيوان عامة تعتبره فرد من العائلة يعني ده ليه حقوق ليه مواعيد أكل اللي لما بيكون تعبين بناخد بالنا منه روح فرد من أفراد العائلة طيب في حوادث كنا بنسمع عنها يا دكتور برضو متعلقة بغيرة الكلاب ونحن نكلم عن الكلاب تحديدا الكلاب بتغير عندها الإنسان بالزبط وفي حوادث الكلب بيعايش معنا سنين عادي جدا فجأة بفيه شخص معين هو ما بيقدرش يتحمله ولا يتقبله صح ولا لأ شخص جديد دخل العائلة بالزبط آه ممكن آه آه ورد جدا طبعا مش كده وبس ده لو عند حضرتك بس نسي الكلبة مولودة مامتها مولودة موجودة عندك من زمان وخلفت فأنت عملتي البابلز عملتيهم بحنية أكتر الأم بتغير متخيلة يعني الأم هتسأل نفسها بتغير ولا بتخاف عليهم يا دكتور هنا غريست الأمومة بقى هي اللي بتتحكم لا هنا مش الأمومة اللي أنا كنت مقول حضرتك اللي هو إكزامبل لما ييجي واحد غريب يدخل البيت والكلبة عندي كاتوالدة أنا ممكن هتتعمل معك أعتقد أحب الكلاب مش بتخاف يعني ما بتخافش على أولادها منك لو أنت ساحب الكلاب أعتقدها هي في الحالة دي هتغير أن في حد خد يعني شاركها في الاهتمام في الاهتمام بالضبط حقيقة طيب فكرة التعامل برضو مع الحيوانات الأليفة على أنهم عقلين أو رشدين أعتقد أن ده هو لما بنحط توقعات زيادة من ده اللي ممكن يعمل لنا اللغبطة إحنا بنتعامل معاهم على أنهم خلاص بقى كانهم لما بنقول مجازا فرد من الرعيلة بنتعامل على أنهم الناس يعني عندها مخ إحنا للمفروض عندنا مخ فإحنا للمفروض نوازن في طريقة التعامل لا هو في فيه فرق ما بين نقطتين الإحساس عندهم عالي جدا دي 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 ما فيهاش نقاش يعني هما بيحس بحب الأونرلي بيحس بحب التعامل معه هو دي هيحسها دي ما فيهاش نقاش لكن أنا مش هحطه فيه حاجات محتاج فيها مانتلي مش محتاجه فيها عقليا مش هيعرف يفكر عشان محطوش في كاتيجوري هو هيتظلم فيه مش هيبقى قدو أوكي لكن هو كإحساس لما صاحبه بيبقى زعلان بيحس بصحبه لما صاحبه بيبقى فرحان بيحس بصحبه فيه ناس بيكون واخدين دور مثلا برد أم وطبر ونايم في السرير القط أو الكلب قاعد جنبه فترة مرضه طبعا يبقى حصل معه حضرتك أه بالضبط كنت لسه بقوله حضرتك أنا يعني من الناس اللي بتحب بتربي كلاب ما يمكن كمان أخواتي من وإحنا صغيرين على طول عن درا فيه حيوانات في البيت فأنا جربت دا يمكن دي تجربة شخصية فعلا كنت تعبانة والكلب يعني الفعلا يعني بتتحركش من جنبي وحاسة ووجعك وحاسة حتى بتحسن يعني فعلا حاسة بكل حاجة عشان كده أنا ببقى متخيلة مشاعر الشخص اللي بيبقى عنده كلاب وبسؤول عن كلاب أو حيوان أو روح في البيت مفروض يتعامل معهم زي إلى حد ما بس برضو فيه نقطة تانية إحنا أحيانا بنغفلها وهي فكرة استخراج رخصة للكلاب أهمية النقطة دي إيه دكتور وشروط استخراج رخصة للكلاب إيه الرخصة للكلاب دي عبارة عن كوين بتبقى حاجة مثل بتتعلق فرقبة الكلب عشان نبقى أي حد يشوف الكلب ده يعرف أن الكلب ده جنسة ريبز ده عشان السعار فيبقى فيه نوع من الاطبئنان نوعا ما دي حاجة الشروط بتاعته وزارة الزراعة بتعمل اللي هي الرخص دي بتعملها بأرقام معينة أرقام مسلسلة وكل واحد بيدي تطعيم السعار للكلاب بتاعه بياخد الكوين دي وبيتاخد رقم البطاقة اللي هو الرقم القومي بتاعه واسمه بالكامل عشان نروح في المدرية الزراعة الترخيص صبعا ده شيء مهم جدا 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 مفوش نقاش وحتى احنا دايما بنقول أن الكلب حكاية فيه يطلع من البيت أو ما يطلعش من البيت لا ده مش مبرر أنه ما يطعمش سبيشيا ليه السعار ليه لأن السعار أمان لأهلي لبيتي وأمان لكلب في حد ذاته فيه نقطة منتشرة شوية في بعض المناطق اللي هي المستوى مخافط شوية أن استخدام الحيوانات اللي هي الشرسة دي أو العنيفة دي في الترويع ويتعامل القانون فعلا بخصوص كده بس ستيل برضو يعني هو عايز بوديجارد فبدل ما يجيب بني آدم بوديجارد فهيجيب كلب بوديجارد ودي بيعمل مشاكل كتير في المناطق وده سوء تصرف مش من الحيوان الأليف ده سوء تصرف من مقتني هذا الحيوان هنا هو يعني بيتعامل على اللي تضرب عليه أنا أسفني بقاطع حضرتك لأنه لوقت مجاز الأنباء الساعة لوقتي تسعة لازم نروح لمجاز الأنباء يعني نورتنا وشرفتنا دكتور هيالي عبد الرحمن الطبيب البيطري نورتنا أهلا وسهلا شكرا لوجود حضرتك